شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيداً في الخروقات للهدنة من قبل ميليشيا الخوثي شملت مخاولات تسلل ووصول تعزيزات وتحصينات وأيضاً إطلاق للنار من مختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات صوب مواقع عسكرية للقوات المشتركة وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت مئة وها خرقي لميليشيا الخوثي في محوري حيس والبرح وضحناً أن الخروقات في محوري حيس بلغت سبعة وستين خرقاً في مختلف قطاعات المحور الممتدي من جنوب مديريتي الجراحي والتحيطة بمحافظة القديدة حتى شمير مقبنة بمحافظة تعز ولفت إلى أن المحور شهد مخاولات تسلل من جهتي الجراحي والتحيطة واستحداث تحصينات مع تحركات مكثفة في أطراف مقبنة وجبل راس وفي محور البرح غربي تعز بلغت خروقات ميليشيا الخوثي خمسة وثلاثين خرقاً موزعة بين قطاعي الكدخة ومقبنة بينها محاولة تسلل غربي مقبنة وتحركات مسلحة مكثفة مع وصول تعزيزات إلى مناطق مهمة قرب خطوط التماس تحليق للطيران المسير الاستطلاعي وفقاً للمصادر ذاتها